قبل ما ادخل في اي تفاصيل طبعا احنا كلنا زعلانين من نتيجة منتخب مصر الناشئين اللي كان بلعب بالامس في المغرب في بطولة تصفيات تحت 17 سنة والخسارة من المغرب 5 واحد انا على مدار 15-20 سنة في المجال ده ما شفتش اسوأ من المرحلة اللي بتمر بيها الكرة المصرية زي المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي ما شفتش اسوأ من كده الناس ممكن تتخيل ان ممكن المشاكل الادارية او التخبط الاداري او مجالس ادارات الاتحاد او الناس اللي بتشتغل في الاتحاد الفترة الاخيرة ممكن تكون فترة وهتعدي او خلاص نستحمل الشهر اللي جاي وهيجي مجلس جديد الموضوع اعمق واكبر من كده مصر على المستوى القروي تخسر في فرق ثلاث شهور من المغرب على المستوى الولمبي بسوداسية وعلى مستوى الناشئين بخماسية كبيرة وصعبة قوي مصر اللي اسست الاتحاد الافريقي الناس لازم تفوق وتاخد بالها من النتائج اللي وصلت لها كرة المصرية على مستوى المنتخبات هل تتخيلوا ان حتى على مستوى المنتخب الاول على مستوى منتخب كرة الصلاة كرة الصلاة اللي بتخسر في المغرب وما بتتأهلش الكاس عالم كرة الشطائية بتنظمها في مصر وبتخسر وما بتتأهلش كاس عالم ناشئين بتخسر أولمبي بتخسر الاول ما بتحققها شيء نتائج صعب اه يا جماعة على الكرة المصرية انتوا عارفين لولا البطولات اللي حققها الاهلي اخر 7-8 سنين او اخر 10 سنين من 2014 ل2024 مش عايز ارجع وراء كتير يعني بس اخر 10 سنين لولا بطولات الاهلي على المستوى القرى ومشاركاته مع الفيفا ما كنتش هتشوف مش هتشوف مصر على خريطة الكرة الافريقية ولا العالمية هل وصلت او وصل تخطيط الكرة المصرية للمرحلة دي ان لولا النادي الاهلي بانجازاته وبطولاته على المستوى القر وعالمستوى الدولي تبقى الكرة المصرية مش على الخريطة خالص كبيرة اوي وصعبة اوي ومع ذلك على فكرة رغم انجازات الاالي ونجاحات الاالي بردو الاهلي بتحارب وعنده مشاكل كتير بيواجهها هنا حتى في الشأن المحلي سواء من اتحاد الكورة من لجان المسابقات من لجان الحكام من لجنة الانضباط من لجنة شؤون اللاعبين تفاصيل كتير قوي ومشاكل كتيرة شفناها على مدار السنين اللي فاتت ومع ذلك الاهلي بيشرف الكورة المصرية ولكن الناس اللي قاعدة على الكرسي المسئولية والتغطية اللي بيقدموا للكورة المصرية انتوا عملتوا ايه ايه الاضافة اللي اضافتوها مشاكل في قطاعات الناشئين اللي قاله كابتن بدر راجب اول امبارح في حلقة الترينت شفناها امبارح في الملعب لعيبة مش منساجمة جهاز فني مظلوم اختار لعيبة في الاخر طلعت مسننة فين دور قطاعات اتحاد الكورة فين دور البراعم فين دور قطاعات الناشئين فين دور الاندية حدش عايز يشتغل ولما ييجي الاهلي يشتغل بتلاقي بقى الهجوم والحرب والمشاكل كلها بتتصدر للنادي الاهلي اتمنى في الفترة اللي جاية او الحجبة اللي جاية الناس اللي جاية حتى لو في منهم مجموعة قديمة تتعلم من الدرس لان بصراحة المشهد كله مش هيتحمل اي خسائر تاني كل المنتخبات خسرت خسرت من المغرب خسرت من السنغال خسرت من تونس حتى على المستوى الودي ايه الانجازات و ايه نتاجة لتحققات في كل المنتخبات ولا حاجة المحصلة سفر مين المسؤول عن ده مين اللي هيتحاسب على ده في حد يقدر يطلع يقول لنا انا مسؤول عن كذا او انا اخفقت في كذا كله بيستخبه لكن ساعة لما يكون فيه انجاز او نتيجة ايجابية بتلاقي المشهد ليه ميت واحد كل واحد عايز يظهر في اللقطة لكن اول ما تلاقيه خسارة مفيش وعايز اقول لك على حاجة بصوا على الرسال باعثات اللي بتسافر حتى مع المنتخبات في الفترات الاخيرة هم اساسا مش مركزين مع الاتحاد ولا مع المنتخبات اللي عنده برنامج واللي عنده شركة ولا عنده شغل ولا عنده ولا عنده ولا عنده ايه اللي بيقدموا للعبة مفيش بل بالعكس بيصدروا مشاكل بيصدروا ازمات بيطلعوا في الاعلام يقولوا كلام غلط وفي منهم بيطلع في الاعلام يقولك انا معرفش محدش بلغني انا موجود في البلد محدش قال لي للأسف الكورة كانت بتضار بالشكل ده عموما هو شهر بس مش عايز اقولها هنستحمل ونشوف اللي جاي اتمنى بإذن الله بإذن الله يعني في الوجوه اللي جاية للفترة اللي جاية تتعلم شوية من الاخطاء اللي حصلت الفترة اللي فاتت لان القرى المصرية بامانة يعني تستحق افضل من كده بكتير والحمد لله لولا النادي الاهلي ما كان شايب عندنا محتوى حتى في الاعلام الرياضي في مصر نتكلم عليه منديال اندية كأس فيفا انتر كونتينيلتا البطولات افريقية مشاركات عالمية بتكسب بطل اسيا مرة واثنين وثلاثة فالحمد لله انجازات الاهلي يعني مديها مساحة شوية في الاعلام الرياضي نتكلم في تفاصيل ايجابية عن المشهد العام اللي بيحصل فيه الكرة المصرية